فنانات عشنا علاقة حب مع رجال السياسة في الماضي جمعت الفنانة المصرية الراحلة كاميليا اوليليان كوهين قصة حب مثيرة مع الملك الراحل فاروق وعلى الرغم من انه تم اكتشافها بعد سنوات كعميلة اسرائيلية الا ان هذه القصة الرومانسية لا تزال تعتبر واحدة من اعنف قصص الحب التي جمعت بين السياسيين والفنانات عبر التاريخ في بداية القصة كان الممثل المصري الراحل رشدي اباضة ما يزال نجما غير معروف حيث شارك في ثلاثة افلام فقط لكنه وقع في حب كاميليا بشدة في ذلك الوقت كان الملك فاروق يحبها ايضا وظل يطاردها على الرغم من تحذيرات الملك لاباضة بشأن هذه العلاقة اتفقت كاميليا واباضة على الزواج في تشرين الاول اكتوبر من عام الف وتسعمائة وخمسين ولكن للأسف توفيت كاميليا قبل موعد الزواج بشهرين ما ادى الى اصابة اباضة بنهيار عصبي ومكث في المستشفى لاسبوعين حيث عانى من اضطراب عاطفي ونفسي تعرف الملك فاروق على كاميليا في احدى الكازينوهات ووقع في غرامها واصبحت كاميليا قريبة من الملك وبسبب ذلك اتهمت بانها جاسوسة تعمل لصالح جهاز المساد الاسرائيلي في ذلك الوقت قال اباضة ان شخصية كاميليا كانت قوية للغاية كانت كالحصان الجامح الذي لا يخشى احدا حتى الملك نفسه وقد ذكر اباضة في احدى حواراته ان الملك فاروق احبها بجنون خاصة بعد ان حملت منه وكان يتوقع ان تلد له ولي العهد لكنها اجهضت في الشهر السادس بعدما وقعت عن الحصان استمرت قصة حب رشدي اباضة وكاميليا لمدة عام وثمانية اشهر قبل ان يطلب والد اباضة منه السفر الى ايطاليا خوفا عليه من التعرض للاذى عاد اباضة بعد ذلك الى القاهرة والتقى بكاميليا واتفق على الزواج في روما بعد عودتها من ايطاليا يقال ايضا ان الممثل انور وجدي اعجب بها وحاول ان يثير غيرت ليلى مراد عن طريق علاقته بكاميليا لكنها شعرت بنية وجدي ولم تعطيه الفرصة في النهاية وفيت كاميليا عام خمسين في حادث طائرة مروع اثناء سفرها الى روما حيث سقطت الطائرة في حقول بالبحيرة شمال غرب القاهرة وهناك من اعتبر ان الحادث كان مدبرا من قبل المخابرات كانت كاميليا ليست الفنانة الوحيدة في حياة الملك فاروق اذ روى الصحفي مصطفى امين في كتابه ليالي فاروق قصة حب بين الراقصة المصرية سامية جمال والملك فقد تمكنت الاخيرة من ايقاع الملك في شباكها بمهارتها وجاذبيتها وانهت علاقتها العاطفية بالفنان المصري الراحل فريد الاطرش من اجله ومع ذلك قرر الملك فاروق التخلي عنها بعد فترة من العلاقة جمعت قصة حب ملتهبة بين الفنانة الراحلة اسمهان ورئيس الديوان الملكي في عهد الملك فاروق احمد حسنين باشا وكان احمد يسلك طريقا مشابها لطريق الملك لكن القدر لم يكن صبورا على هذه العلاقة العاطفية حيث انتهت حياة اسمهان بشكل مأساوي في حادث سير غامض عام 1944 على الرغم من علاقتها بالملك فاروق الا ان الراقصة المصرية تحية كاريوكا قررت الزواج من حسين عاكف طيار الملك فاروق الخاص لكنهما انفصلا بعد شهرين فقط من الزواج ثم قررت تحية الزواجة من احد ضباط الملك وهو العقيد مصطفى كمال صدقي وهذا كان زواجها الثامن وبعد اعتقال زوجها عام 1952 انفصلت عنه ايضا في اوائل الستينيات اشتعلت وسائل الاعلام بخبر زواج المشير عبد الحكيم عامر الشخص الثاني في مصر ووزير الدفاع من ممثلة الاغراء برلنتي عبد الحميد اثمر هذا الزواج عن ابنهما الذي يدعى عمر واصبح طبيبا في مستشفى القصر العيني حاول الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر منع صديقه ورفيق دربه من هذا الزواج لكن المشير رفض تلك المحاولة واصر على ان يتم الارتباط بالفنانة برلنتي خلال فترة حكم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك كان زواج السياسيين من الفنانين يعتبروا امرا محظورا لكنه كان يحدث بالفعل وكان هناك تكتم حوله بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 تم الكشف عن زواج الممثلة المصرية نبيل عبد من السياسي الشهير اسامة الباز الذي كان مستشارا للرئيس حسني مبارك على الرغم من مرور سنوات على زواجهما دون الكشف عنه في تلك الفترة كانت قصة زواج الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالفنانة العالمية كارل بروني واحدة من اشهر العلاقات التي جمعت بين الفن والسياسة هذه القصة اثارت الكثير من الجدل في فرنسا وكذلك في وسائل الاعلام العالمية نيكولا ساركوزي كان اول رئيس فرنسي يقوم بتطليق زوجته اثناء فترة حكمه ليتزوج بعدها حبيبة قلبه المغني بروني تجسدت تلك العلاقة الرومانسية بين الزعيم السياسي البارز والفنان الموهوبة وغادت حديث الناس في مختلف انحاء العالم تركزت الانتقادات والتعليقات حول هذا الزواج المثير للجدل لكنه في النهاية اظهر جانبا اخر من حياة الزعيم الفرنسي واظهر التنوع والاختلاف في العلاقات الشخصية للسياسيين بالرغم من الجدل الذي احاط بهذه القصة الا ان هذا الزواج استمر لفترة طويلة واظهر ساركوزي وبروني تعاطفا ودعما متبادلين خلال فترة زواجهما قد نجد من بين ابرز الزيجات بين رجال السياسة والفنانات قصة زواج الفنان اللبنانية جوليا بطرس والوزير اللبناني السابق الياس بوصعب يعد هذا الزواج من الناحية العامة ناجحا اذ بقي وما زال قائما لفترة طويلة رغم انه تم قبل ان يصبح بوصعب وزيرا بسنوات وحتى يومنا هذا ما يزال قائما ومن بين العلاقات الفنية السياسية اللافتة زواج الممثلة المصرية بسمة من السياسي عمر حمزاوي هذه العلاقات تمثل اندماجا فريدا بين شخصيتين تنتميانه الى مجالات مختلفة كان هذا الزواج ملفتا للانظار اما فيما يتعلق بعلاقة الفنان الراحل ام كلثوم والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر فكانت تلك علاقة صداقة مميزة بينهما كان جمال عبد الناصر يحضر حفلات ام كلثوم باستمرار وكانت تقدم له عددا من الاغاني الملهمة للثورة عند وفاته اصيبت ام كلثوم بصدمة عميقة وقدمت اغنية رسالة الى الزعيم كتعبير عن مشاعرها التجاه بالنسبة للإعلامية الكويتية حليمة بولند والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كانت هناك صور تجمعهما تسببت في حالة من الجدل والانتقادات وبالرغم من ذلك لم يتم تحديد طبيعة العلاقة بينهما بشكل واضح بعد سقوط القذافي تعرضت بولند لهجوم شديد من قبل الناس وطلب منها ان ترجع هدايا ثمينة وكثيرة حصلت عليها منه في الخمسينيات تزوجت الفنان ليلى مراد من وجيه اباضة الذي كان ضابطا منضما للحركة الوطنية وابن عم الفنان رشدي اباضة هذه الزيجة تمت بعد طلاق ليلى مراد من الفنان انور وجدي وقد وضع وجيه اباضة شرطا بان يظل هذا الزواج سريا حيث كان يخشى ان يعلم زملائه الضباط بزواجه من مطربة وبعد مرور عام من هذا الزواج انفصلا عن بعضهما البعض اشتركوا في القناة